ممثل المشروع العربي في تركيا عمر العساوي أكد من جانبه تسجيل مخالفات كبيرة على مفوضية انتخابات الخارج خصوصا في محافظات إسطنبول ويلوى وسامسون طبعا بلشت انتخابات الخارج اليوم ساعة 6 الصباح وكان سجلنا كثير من مخالفات الشكاوية على المفوضية نبدأ أولها من إسطنبول الآسيوية من كاديكوي أولا منعه وجميع الموظفين موظفي كينات سياسية ومنظمات المجتمع العدني وكل الناس اللي مثلون الأحزاب طبعا منعوهم من الدخول في كاديكوي حصرا وما خلاهم يدخلون بمناسبة كل هؤلاء الكينات سياسية لديهم باجات ترخيص منفوضية ومع ذلك منعوهم من الدخول لحد ساعة الثامنة والنصف نأتي على يلوى الوضع يختلف منعوا حتى الناخبين شنون حجة كانت الذريع أنه تأخرت كل المواد الخاصة بالناخبين مثلا الأوراق الصناديق الطباعة الأختام لكذا إلى آخره قالوا أن العبارة أخرت من إسطنبول إلى يلوى طبعا أنا اتصلت في المفوضية والقانونية المفوضية في إسطنبول قالوا ماهكو يشح شيء أبدا وطلع كل كذب في كذب وهناك ترتيب كبير للأحزاب وأجندة أحزاب كبيرة في العراق في سامسون في مركز أعتقد 27-815 رقم المركز أيضا تعدوا على كثير من المراقبين ولم يسمحوا حتى بالناخبين لم يسمح لهم بالدخول لدلأ بأصواتهم وتعدوا بالضرب المبرح على أحد المراقبين وعلى أحد أيضا الناخبين حتى يعني نحشيه بالعراق شقق وغميصة وطلعوا برا ولم يسمح لهم بالدخول حتى الساعة التاسعة واربعين دقيقة